سلماتش كان حال ماتش كان حال وجب شويت الأول ماتش كان ماتش كان ماتش كان بفرج على المصيبة التانية أه طبعا المعركة التانية تكتيك بامتياز يعني يمكن يوفي كان داخل يا كريم نهاردة ده وافعه أكتر عايز أنه يحافظ حتى في احتمالية عودة الخمسلاشة نقطة اللي خصمه طبعا من أجل طبعا القضايا اللي على يوفي فإنه عايز يحاول يلاقي مكان في شامفز ديج مع طبعا تبقي 11 جولة لطيه في مركز السابع في كان الفوز مهم جدا ليوفي وأعتقد نهاردة وأنا بقولي الكلام ده أنا راجل يعني بشاجة إنتر وإنتريستا أن أليجري تفوق على إنزاجي بشكل كبير جدا سير المباراة براحته جدا أليجري متمرس جدا يا كريم في حتة أنه أكسب الفوز اللي هو 1-0 ده الفوز السادس النهاردة الأليجري بنتيجة 1-0 أه بعتقد كمان أنه بينتقد طول الوقت أليجري أن أنت عندك لعيبة أنت بتعيبها في غير مركزها ويطلع منها أكتر من كده بس أنت مش بتنزلها في مكانة النهاردة مستشوف أنت غيرت كيزة كيزة نازل كان نازل كان وتحت المهاجمين أنا أعصد صراحة إن كيزة أصلاً كان عندك كان قاعد أنا قاعدت أقول إيه يا إليجري أنا برضو أنا يعني ميالي ليوفي ماليش في إيطاليا أوي أنا أهو ما مش بقى فيش حد بعاية خاصة أعرف ميالي ليوفي فأهو ما ريت كيزة على الدكة وديمارية على الدكة وكل الناشر حلوة على الدكة وهو ده هو كان محضر أكتر من سيناريو وكان بادئ بالتشكيلة دي ومخلي أهم ورقتين عنده كيزة وديمارية بره وكان عايزة كريم أنه يلعب بالتشكيلة دي ويمتصي ويحصل الانتصاص للضغط بتاع إنتر طول التسعين ديئة وأنا لما اللعبة اللي عندي يعني تخلص البنزين بتاعها هنزل كيزة يلعب على إنتر المنهك من كتر يعني احتفاظه بالكورة إنتر النهاردة نسبة استحوازه 76-30 لكن في النهاية ومش عايز قولنا استحواز سلب إنتر كان بيروح على الجون كان بيمرر الكركز جدا لكن يوفي أعتقد أنه قاسم برا بسيناريوهات وعارف هو عايزين برا انت بتتكلم على الشوط الأولان يا كريم شوطة واحدة انتارجت شوطة واحدة بهدف في حين إنتر كان بادئ بشراسة وكان بادئ أجراسف جدا الهدف كمان بالتخصص بنفس الطريقة شفت اليوفي جابه في إنتر كتير قوي يعني هو أصلا معنا كريم لو نعرض الهدف انه البريكترول الوحيد أو الكونتر الوحيد أو السويتش الوحيد في الشوط الأولاني استخدموا يوفي كويس جدا دي الكرة الوحيدة اللي بعد ضغط حوالي ربع ساعة من إنتر هو اللي في منطقة جزاء يوفي طبعا كان فيه كان فرصة على الهدف بس بدون فعالية حقيقية هنا طبعا الكرة جاية على فلاهوفيتش ننخش الحالة اللي بعدها هنا بص كل لعيبة إنتر وقف على خط واحد وهاي براس قوي يعني الدفاع طالع فوق قوي طبعا الكرام طبعا فيه جدا ليت انها كانت جاد في إيد أو سندها ربيو بإيده لكن بعد الفار يعني الحاكم شاف انه لا مش بإيده هي فيها سندة بسيطة بالإيد يعني ممكن تعدي درميان طبعا كان تصرف خاطج جدا انه ما خدش خطوة وبعدين الكرة لما طلعت كان رح عملها من أفقي يعني شمسوا على طول ربيو لبلاهوفيتش لا طال بعدها ده منظر بص هنا ما تطلع بدفاع متقدم قوي في السويتش أو الكونتر اتاكل اللي عبت عليها وعملها بكرة واحدة وكان موفق جدا انه يسجل منها هدف بص شكلة فعل انتر مبعصر ازاي في الهجمة نخش على القطلة بعدها بص كلهم تحت الكرة لعبة تيوفي سابقة هنا برضو لا بيتش هيقطم هنا بقى شايف مين الرقم اتنين ده كريم ده دون فريز ده ده الوينج باك اليمين اللي مفروض يكون هو الباك العكسي بص ضمم لجوه ازاي باريلا راجع لحد هنا بص المساحة دي كلها الفدان اللي ورده كله كله نخش على القطلة بعدها القطلة بعدها على طول راجل فاضي خالص مرتاح جدا دون فريز لسه افتكر هو درميان درميان طبعا المدافع التالت في الحالة دي دون فريز افتكر ان في واحد متفضي في المساحة في خلف وراح طبعا كوستش طبعا دون فريز جامد جدا عنده مقواد كتيرة بس محتاج مداري بطلع يفكر بعقله شوية لكن عنده طبعا قدرات في الاسبرينت وفي كل حاجة ممتازة طبعا كوستش في المساحة كوستش كم نعمل موسم عظيم مع اليوبي حتى اليوبي وقبش كويس بس كوستش ومفتاح لعب مهم جدا اليوبي في طريقة ثلاثة خمسة واحد واحد او خمسة ثلاثة اثنين زي ملعبوها النهاردة الوصلت لكوستش اللقطة اللي بعدها طبعا فنش بامتياز في الزاوية البعيدة وانا انا هنا من اغرب اللقطات لانه فعلا اتبنك بلغة الكورة كريمة هو اعتمد انه انا دايما حتة دي المدافع التالت العليمين هيكون درميان ان دونفريس مغطي اتحجبت اللقاء تماما وتبنك فعلا واقف على يعني هو تحت العرض اهو بس واقف على القريبة البصة دي شبه بصة كده فكده بس مش عايزة بلاش طبعا طبعا يوفي فوز مهم جدا انتر بعتقد ان الجماهير مش مش في حالة يعني طبعا مدايقا التلاتة نقطة راحه النهاردة لكن الاساس عند انتر يعني يمكن كان الموراق اهم لليوفي الاساس عند انتر هي المبارلة القيمة اللي هتكرر تاني كريم ديربي ديتاليا يوم اربعة اربعة لانه ده في سمي فاينل كاس وهيكون على الالين ستيديوم في ملعب اليوفي انتر والحاجات اللي محددها والدوافع والاهداف اللي محددها للموسم هو انه احافظ على لقب الكأس اللي خدته من يوفي السنة اللي فاتت بربعية مقابل هدفين ان اوصل ليه نتائج اوصل لنتائج موهلة لدور الابطال كريم بيز راسه من قبل ما هو فبالتالي تاني من ثالث من رابع مع تقيتش هتفرق اوه مع انتر المهم ان يكون مركز موهل لكن كنا نسا نوجيمي حتى بنتكلم قبل الهوى في حالة وفي كلام عن ده يعني هو صعب لكن ممكن جدا يحصل في الأجواء الأحكام اللي طلعها والأجواء القضائية الإيطالية انه يسترجع ليوفي الخمستاشر ونطف الحالة دي هيبقى فيه معركة دامية على المراكز موهلة شامفينز دي